العدوان ما زال مستمر والمواقف الرسمية العربية والإسلامية خجولة جدا محبطة للآمال العربية والإسلامية يعني انت من الشوف اللي جاي يصير بغزة وهذا العدوان مستمر احنا صرنا نتابع العدوان على غزة كعرب ومسلمين مثل واحد يتابع مباراة كرة قدم بين ريال مدريد وبرشلونة ينتظر النتيجة النهائية ينتظر منه رح يفوز حتى يروح ينشر صورة الفائز ويقول هافزنا ويعاند الخسر لكن هي مو لعبة كرة قدم اللي جاي يصير بغزة وفي فلسطين فلسطين يجاي يصير بها عدوان مستمر كل ساعة انت من التابع الأخبار شوف عدد الشهداء يزداد ويكل حركة لعقار بالساعة وصمت رسمي عربي وصمت اسلامي واللي كان يدعون المقاومة طلعوا مقاولين طلعوا خوافين طلعوا كذابين طلعوا ما بديهم شي اللي صدعوا روسنا صارهم خمسين سنة يصلون آخر جمعة يسموها جمعة القدس برمضان من كل عام طلعوا كذب ما قعدهم شي طلع بس شعب فلسطين شعب حر حر مو مقيد يدافع عن حقه وحتى السلطة الفلسطينية طلعت مو حرة بس الشعب طلعت ايضا عدها سيارات وتمنع الفلسطينيين الظاهرون برام الله وبالضفة الغربية وهم يضربوها المواطنين الفلسطينيين بالحجارة فإذا وين الحكومة الحرة الآن بعالمنا العربي والإسلامي ماكو نكون صادقين احنا كشعوب حكومات محلية فرض إرادتها على الشعوب الشعوب راضي ما راضي بحث آخر الجيوش فقط للاستعراض تستعرض والأوسمة فقط للصوار وللهتاف لكن كذا والله ماكو داعي يعني احنا عدد سكان العرب خمسة بالمية من سكان العالم وعدد ما يشترونه من أسلحة هو نصف ما ينتج العالم ماكوش معادلة يعني شاءت تشبع الواحد قهر يعني ماكوش انت عش تشترون سلاح صور يخو دبق بقت وطائرات وروحون الروسيا يشترون العرب وروحون حتى المسلمين دول هاي جيراننا جيراننا صدعت روسنا خمسين سنة وإحنا 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 طلع كذلك بس شعب فلسطين يقاوم فأنا حقيقة نحيي شعب فلسطين المقاوم البطل اللي أثبت أنه هو مقاومة مو مقاولة مقاومة بالدم مقاومة بالدم